هل نعرف بدايةً الوزارة بتعمل ترتيبات إيه علشان تستعد لمثل هذا الحدث؟ حيث وزارة الموارد المائية تبدأ الترتيبات من النسخة السابقة يعني دي يمكن نسخة السابعة من أسبوع القرارة المياه نسخة الأولى بدأت في 2018 مع ختام كل نسخة غالباً بيبقى في أكتوبر من كل عام بيبقى عندنا في النهاية عنوان للأسبوع الجديد أسبوع العام القادم فبنبدأ في الختام الأسبوع الثلاثة وعشرين حددنا العنوان بتاع أربعة وعشرين اللي هو المياه المناخ بناء مجتمعات مارينة فكان فيه شغل قبل في نهاية الأسبوع القاهرة الثلاثة وعشرين بعدها بنبدأ يمكن بناخد كده تستراحة بسيطة أو بنعمل شوية تقرير عن الأسبوع اللي قبله يعني نبتدي نشتغل من ديسمبر ولا حاجة في الأسبوع الجديد نبتدي نحدد الموضوعات الأخرى الموضوع الرئيسي محدد لنموضوعات الفرعية نبتدي نحددها نبتدي نتواصل مع المنظمات اللي هنشتغل معها فيه رعاية طبعا زي جمع الدول العربية زي المجلس العالمي للمياه منظمات دولية أممية كتير بتشارك معنا في الأسبوع الحية التواصل ده مهم جدا بنبدأ استقبال جزء علمي وده برضو جزء من أسبوع القاهرة المياه أبحاث علمية تساعد فيما يخص التعامل مع تحديات المياه بشكل عام على المستوى الدولي يعني فده برضو جزء مهم بنبدأ استقبال أبحاث علمية تشكيل لجنة علمية من سادات الجامعات المصريين أو أجانب لاستقبال أبحاث دي ودرستها ونحن النهاردة خلاص تقريبا نقيم المرحلة النهائية في هذه الأبحاث عندنا كمان جزء يخص مسابقات يمكن برضو ممكن نتقنعها بشامل التفصيل بعد كده ففرضو فيه استقبال المتسابقين واختبارهم لغاية ما بنوصل في النهاية للفائزين فيه طبعا كمان التعاون مع الوزرات الأخرى نحن بس مش بسؤالة المياه والرأي فيه وزرات أخرى بالتأكيد مشاركة معنا تعاون ده برضو مهم التنصيق مع المنظمات الدولية ده جزء مهم كمان السنين عندنا الأسبوع الأفريقي المياه بالإضافة لأسبوع القاهرة المياه فده برضو ده ضاف بعد جديد يعني فده كله احتاج طبعا تنصيقات على مستوى آخر بالتأكيد وناس كتير وخبراء كتير حيبوا موجودين في ذات التوقيت طيب على هذا الأساس أبرز الموضوعات اللي حينقشها هذا الأسبوع سواء علميا تأثيرها إزاي على القرى الإفريقية يعني أبرز الموضوعات المطروحة لجلسات النقاش هتكون عن إيه هو الحقيقة برضو احنا كان السنة دي مصر بتنظم منتدى الحضر للمياه في نوفمبر من هذا العام وده برضو كان جزء مهم للتعامل في المناطق الحضرية وكيف التعامل مع جزء منها التغلالات المناخية فاحنا الأسبوع ده الأسبوع عنوان وبدو تربط إلى حد جبير مع هذا المنتدى المهم جدا اللي بتقيمه وصف مع منظمات الأمم المتحدة هذا العام فموضوع المجتمعات المناخية تتعارف تتعامل مع التغلالات المناخية اللي احنا ابتدنا نشهدها بشكل متكرر ومتزايد دلوقتي ما كانش ده موجود من 20 سنة ولا حاجة طب إنما الحقيقة دلوقتي بقى ده موجود بشكل واضح بالنسبة ده منشوف سيول كان بتحصل في بعض المناطق نشوف درجات حرارة وموجات حرارية ما كانش نشوفها قبل كده في بعض الأوات ولا بالتأكيد حيدرس بشكل كبير عشان كده برضو المياه والمناخ ما زالت أحد الموضوعات الهامة جدا على الأجندة الدولية الحقيقة برضو الأسبوع القاهرة دايما بيبقى جزء من الإعداد لأحداث هامة يعني احنا نظمنا قمة المناخ في شرم الشيخ عشرين وعشرين كان أسبوع القاهرة بيجهز لأهزة القمة فيما يخص المياه يمكن أول مرة المياه تظهر بشكل واضح في أحد قمم المناخ كان في شرم الشيخ عشرين وعشرين نتيجة إعداد جاية تم لي كان في عندنا مؤتمر للأمم المتحدة في عشرين وعشرين للمياه أول مؤتمر من سبعة واربعين سنة آخر مؤتمر كان في سبعة وسبعين فبرضو كان فيه الأسبوع القاهرة على الردماب أو على خريطة الطريق بتاع عشرين وعشرين فيما يخص خاصة دول النودر المياه دائما بنركز على ما يخص مشاكلنا موضوع النودر المائي فبرضو بنمثل صوت النودر المائية في المنتدايات الدولية فاحنا عندنا الكوب 29 اللي جاي في أزربيجانس إن شاء الله السنة دي عندنا كمان مؤتمر الأمم المتحدة في عشرين وستة وعشرين برضو عن المياه المياه بتادي تطلع بشكل واضح على الأجندة الدولية كمان فالأسبوع بيجهز لهذه الموضوعات بشكل كبير طبعا بالتعاون مع منظمات أممية متخصصة في هذا الموضوع فإحنا في الآخر بمنا بنطلع بتوصيات واضحة فيما يخص التعامل مع أزمة المياه الدولية مش بس عندنا في مصر الحقيقة المنطقة طبعا العربية بالتأكيد أحد المناطق إنما دوليا كمان في مشاكل كبيرة في عدد كبير من الدول تقلات الملاخية بتزيد عبء على الموارد المائية وتحدياتها فكل ده جزء من النقاشات والتوصيات التي تطلع من أسبوع القهر المياه هذا العام إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر